اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في قناة كانت مريضة على حد القوله أنها كانت مريضة في الرحيم و لم تتولد له والأم كانت تضغطت عليه لتجوّج عليها لتجيب أولاد والأم كانت لديها علاقة طيبة مع هذه السيدة قال لنا أنها ماتت بطريقة الكنسير والتي كانت صابها وماتت من بعد أن توفت الأخت لأتصال من أحد الأقارب هذه السيدة وكأكد لنا أن السيدة لماتت بالكنسير وماتت متطلّة هذه علامات الاستفاهم يجب عليهم أن يخرجوا ويأخذوا الحقد الختم إذا كانت شيئين في هذا الموضوع أرى الموضوع تمترك لهم بطبيعة الحال كنا نحن غالطين السيدة التي تصلت بنا هي التي أعطتنا هذه المعطيات إذا سمحتني أعطيتني الشرحة تبارك الله الله مبارك شرحتي معي مشموعة من نقطة أخرى ندرجة معك عاملوا السن في الوقت الأخذي لديها حوالي 30 سنة وهو عنده أكثر من ستين كان عامل نصف مليء الأم تقدمت إليها بهذا المشروع في الزواج ما هو الرأي للأم والعائلة؟ قبل أن نوضح للناس لكي لا يمشون غالطين سيدة تقدمت الأختي لي لم يكن لأنه في الستينات ملو عمره خلاها على أساس سيدة في الخمسينات على أساس ما بينه وبينه وعشرين عام الفرق ما لم يحدوده؟ كان تبارك الله على صحة كان يمارس لهواية الرياضة وكان تبارك الله عليه شديد وواقف فما كانت كيبان عليه الكبر نهائياً ما كان يبانش عليه ذاك الكبر من اللي أختيت جوجت بيرا كانت عندها تساعده وعشرين سنة يعني كانت بيناتهم ذلك ساعة ملك يقول عندهم الخمسين وعشرين سنة قالت ما كانش موهم أنا ارتاحيت كفكرياً معه من اللي خرجت معه والعائلة دياله لقيت أفكار دياله زوينين قالتك أنا تفاهمت معه لأم ديالي من اللي كيف سولتيني من اللي جاهد السيد يطلب يدها لأم ديالي إحنا كي قلت لك حنا أسرة محافظة وما كردو الشي واحد يجاد قباب دارك فالأم ديالي خلت الاستشارة للأخت ديالي وكانت بالداخل دياله كتطمحة تقدر الداخل ديالك تقول ممكن بنتي لي غادي ترفض علش؟ حيت ممكن تقول لها الأخت ديالي من بعد رانتيجا واحد السيد وما بغتيش تعطيني ليه خلت الأمر لها هي متروك هذا الأمر هذا اللي خلته الختي الختي واجهته بالإيجاب وقالت مرحبة هنا تم الزواج من بعد الأخذين غتحملوا غيوني عنده وليد مدة الزواج حوالي سنتين أو ثلاثة سنة وحتى الوقوع الواقعة غاديت نقش معي الضرفية للأمور تغيرات ما هو أسوأ بينما معاه واجهت خبراتكم باش انتو ما تاخدوا المتعين في إطر القانوني تحاولوا أنكم تحلوا المشكل قبل ما توقع هذا الواقع الكاريتية صراحة واش كنت كتجي تشك عليكم بأنهم بعد من استقرات مع الولدات تغيرت المعاملة ما هو أسوأ للأسف ما كانش كتعود لينا للأسف هذا هو الواقع ديال مئة مره مغربية ولا مئة مره عربية أنها كتتحفظ على الأسرار البيتية ديالها الأخت ديالي ما كانش كتعود لينا نهائيا لمعاناة ديالها مع الزوج والمعاناة ديالها مع أخت زوزة الأخ دياله حيث كيف مشرحت لكم بأن الأخت الزوج دياله هي اللي مسبل مشاكل كثيرة في هذه العلاقة ولي دخلت كشيطانة في هذه العلاقة وهي اللي خداس اللي وصلت هاد شي كامل هاد النتيجة اللي احنا فيها اليوم أنا باش نقرب معك الصورة أكتر باش رأي اللي عم يستوعد معنا يعني هو من يستقر معاه فخور يبقى وهو عنده العائلة أمه كان خوه كان مرته كانوا على الجوار معاه ستعود لي الإشكاليات للطلحات بين العائلة الزوج اللي در هاد شي مع العائلة اللي كان السبب من بعد أنه در هاد العملية بالنسبة للعائلة كيف قلت لك أنا في الأول كان مهنا عليها يجي عنده تشي واحد من غير هاد الأخ والزوجة دياله وهو مرة مرة كان يجيب صحابه دل العمل كانوا يجيو عنده الضار وكانوا يجيو عنده حيث هو ما عنده شغل هاد الأخ عنده الأخ دياله اللي دير المشكل وعنده الإخوة لما قلسونا بتشي حاجة الحمد لله علاقة الأخت ديالي معهم كانت طيبة وكانوا ديما كيشكروها وكيعيطوا لها ويقولها شكرا حيث بدلتي هذا السيد لواحد الحاجة زوينة حيث بخصوص أنه ما كان يصلي ولا يصلي ولا يعرف بينه وبين الله بسبب الأخت ديالي فأنا نقول لك كانت هذه السيدة وكانوا يجيو عنده الدار ما يجي عندهم حتى شي واحد فهذا الجوج هادو من اللي غادي تحمل الأخت ديالي بالطفل ديالها هود اللي عنده دابة سنتين اللي هو متواجد عندنا دابة في الدار خصوصا من اللي غادي تزاد وغادي تتعرف أنه ذكر هنا غادي تكون صدمة قوية لهم حيث هادو هادو الجوج بالضبط كانوا طامعين في هذا السيد خصوصا وكان يصرف عليهم هو اللي كان مومو ولدية لهم هو اللي كان يعطيهم فهما هنأ قالوا را ولدتلينا الولد رهنا قدي تصدي علينا الباب أن هذا السيد ما غاديش يبقي يعطيناه ما غاديش يبقيش يهتم بنا بحقق ما عانا الأخت ديالي مكانتش مكانتش طامعة وكانت كتكتوا لي لما تعطيهم بالعكس كانت كتكتوا ليه دير ودير درجة أنه هي اللي قنعاته أنه يمشي دي البيرميل والدخوه باش يخد واحد تريبورتور يبقي يصرف على راسه بحكم أنه ما يكملش قريته هي منها نفسها قاتلي عفك تعاون معه يعني الأختي للي ما كانت عنده مشكلة أنه كيعاون عائلته وذكره واجب أنه يعاون خوه ومرتخوه ولكن هما الأطماع ديالهم الكتيرة والدفينة ما 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 بحالي قلتي ما قضاء ما مرضوش أو لا ما كانت عندهم قناعة أنهم بدك شيل ذكر زيق لي كيجيهم يخليهم مستمر ولهم الحمد لله تهد تدب راما بقى لهما لحنا للتشي واحد هنا باش نعود نقرر معك الصورة في هذا الموضوع يعني هاد العائلة نظرا الطرف اللي هو موضوع النقاش ما عندهش لولاد كين جانب الارت كين بزاف تأشي أخرى من عندكم تما من العائلة لأن أخت أخت ديالك مع ذكر الوهود هدي مسألة لله هنا غدي تشرحي لي نوعية تصدع اللي بدأ بين الأخ دياله ومرته مع الأخت المرحومة ديالك في البداية بدأوا بالكائد وبالمشاكل وبالرمي الكلام ودس الكلام من اللي تكونوا يقالسين تكي يقولوا مثلا سوكينة دارت ولا سوكينة فعلت ولا سوكينة كذا فش هاد الزوجة ديال الأخ هادي هاد الأفعى سمحوا لي ما بقاش نقول زوجة الأخ همقى نقول غير الشيطانة ولا الأفعى وغادي المتابعين رغي يعرفوني على من كانت تكلم هاد الشيطانة هادي ضبرت واحد الماكيدة لتقنسها هي وشجار ديالها المشعود على الأخت ديالي هاد الماكيدة هادي هي باش غادي تبدا هي تنتاقم من أخت ديالي وباش تطيح صورة أخت ديالي وتفصلها على هاد الزوج ديالها الماكيدة هي أن هاكت الزوج ديال الأخت ديالي المجرم غادي يجيوه واحد الأمراض اللي هو كي يقول أنني مريد بهم ولكن هو كان كي بغي غير تعاطف وكان ولا بحل تدري صغير بغي غير تعاطفوا معه ويهتموا به فقط بغي غير مريد بالصح لا هو ما مريدش باش نفهم للناس اللي يقولك لا مريد نفسي ولا مريد عنده كادة ولا ما كانش مريد نهائيا كان بغي الاهتمام بغي الاهتمام فقط الأخت ديالي شافت الزوج ديالها لا تلاحظين كذلك أنهم بعد ميتزوج المعلومات لك تنصل لهم بعد ميتزوج بالأخت ديالك حوالي ما كملش تسانق الاستقاعد تأثيرت النفسية هو كان عميد شرطة يزبيد ويرغيد صاحب القرار في أمور أخرى تتعلق بالوظيفة يبقى شيء أن ما تطابع النفسي بعد كي القرارسه الفراغ شق نفسي مهم يرى رسول أنه لا يكون لديه سلطة بين يديه لا يكون لديه السيد الذي يقدر أمر هنا في المنطقة و لا يكون لديه تحكم كما كان قبل فأرى رسول أنه يكون لديه الطاقة السلبية و المشاعر المكبوتة عنده يفرغ في أخت ديالي بطبيعة الحال فهو هنا يحس برسول أنه يريد الاهتمام خصوصا أنه لا يكون لديه مهم فهو هنا يطالب بالاهتمام يطالب بالاهتمام أنه يدعى أنه مريض من يدعى أنه مريض الأخت ديالي ما خلت بيه حتى طبيب إذا لم أشي أختي غسلت يديها وقلست كيف أي مرة مغربية الزت رجلها وجلت بيه الطبيب هنا وهنا 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 وما عنده والو أي طبيب كاتبشي عنده ما عنده والو هذا السيد فنضت هنا هذيك الشيطانة كدس الأختي الأفكار سامة ديال أن هذ السيد عنده أمراض من العالم الآخر وأنه عنده توكال وأنه مديوره لي شي حاجة لي خلت صحة دياله تظهرات مع أنه مكينة مصحة بقى هي هي سيمانا وهي كتعمر الأخت ديالي كاملة سيمانا قنعتها في الآخر كيف قلت لكم في الوقت لا مكتب شي عند شي واحد خلتها جات لعندها للدار هو اللي كان هو وصلها طبيعة الحال ومشي قدي غاراده دخلت عند هالدار تم فاش قلت لها يلا همشي عند السيد حد زوج ديالك مكينش يلا همشي عنده من اللي غادي تدخل عنده الباب غادي تقول ليها أنا ما هندخلش معاك غادي تدخلين شي بوحدك فهمتي؟ ختي نادت قلت لها لا إلا ما هندخلش معايا ما هندخلش أنا غادي مشي صافي ويا ريتها خرجت ديك الساعة قلت لا الله أخرها صافي غادي تدخلوا بجوش من اللي دخلت ختي على أساس أنها غادي عند راقي راقي باش يعرفها شنو كان ودي الزوج ديالها عنده باش يقرع عليه وعرف التوكال شنو واش عنده واش عنده فهي كتلقى لصف وكر ديال الشعوى دا عنده مشاعويد صدمت الخراقين عتها بأنها تبقى ربحال بحال نشوف واشنو واقع خلت اختبارك وخرجت قلت لها أنا غادي مشي نشوف الكوكوت وخرجت للدار وعطت الزوج الأخت ديالي وقالت لي أجي راه الزوجة ديالك راه هي اللي سحر لك وهي اللي دير لك وهي اللي دير لك وكي تعرف الغاباء هذه السيدة والحمد لله والدكاء ديالي ما كانت تعود لها على الدار ديالنا احنا كأسرة شنو عدنا شنو اللي كيفاش ديرين كيفاش هذا محد هي اللي عارفة علينا أنها عندها ثلاثة ديال الخواتات وأخ هذه المعطيات هم اللي عطات له هذا المشاعويد وهو ما اللي قال هم الزوج ديال أخت ديالي من اللي جال عنده قال لي يراها مرتك وثلاثة ديال الخواتات ها أمها حيث دوال معطى الواحد اللي عنده يعنده باش تفيده غيراتش اللي قال لي ما اللي وقع من بعد مني تواصل معه واخا من اللي هو كيف قلت لك تصلت هي بالزوج ديالي وقالت لها شنو اللي واقع جاء كيجري ديالك ساعة اختي خرجت وجات عندها الدار ما فهماش غتي ما عرفاش ره هو عي طليها والاوقعتش حاجة بحال من هاد القابيل ف الصدمت هو اسمحوا لي فالاخات ديالي في ذيك اللحظة تصدمت بذيك اللحظة في الحضورد دياله في ذاك المكان وعرفت رأي انها الدبرات ليها ما كيدا من الزوجة لي لالاخ دياله تصدمت هو هو اس تليفون وعيط الأم ديالي والاخ ديالي اللي تتحقوا بسرعة البلاصة فين كين المشكل بشي عارفوه شنو اللي واقع شنو اللي حاد منشاو وقنعوه بحكم أن السيد وراجل قانون وراجل أمن يدعون قضايا كثيرة يعني أعرف الغلط من الصح أعرف أنه في التمريس أعرف كيف يكتب وكيف يقول الحق أعرف بأن هذه السيدة ضحكت عليه ودرت أحد الماكيدة ما بينه وبين الزوجة ما الذي دبرت هذه الماكيدة؟ اقتنع هو للأسف كان عنده نصف القسناع بأن هذه السيدة لم يكن لديه أي شيء وخلا ماما تطمنت بأنه تقف الزوجة دياله وصافرة عرف رادي السيدة وأنه قرر أنه يبعدوا عليها ما يبقوا يتواصلوا معهم ولا يجيوا عندهم الضار ولكن للأسف ما قدروا يخرجوا من حياتهم حياتهم كانوا عندهم في الضار يوم مساء في الصباح في الليل عندهم في الضار يوميا إنه من بعد ستنقشي معي الضار في يامن مورها لكي اكتشفت الأخ ديالك أنها حاملة هي من مورها لكي يأخذ القرار النيائي لكي نشوف الشيق القانوني مع الأستاذة تفضلي وخا مرحبا الأخ ديالي من بعد مداز نصف رمضان ستكتشف بأنها حاملة ستتصل بنا و ستقول لنا أنا حاملة و سنفرحوا كاملين حيات الدرية هذه يعني كلنا أنت تقول لك أخيك حاملة ستفرحي لها كنا سنفرحوا بطبيعة الحال الزوج دياله كان فرحان وسعيد في ذلك الأثناء من اللي هو فرحان بيخير وهو الزوجة دياله سيأخذ دياله و سيخرجوا حتى يمشي للسوق يتقدوا شيئا على أساس يمشي و يتقدوا خرجوا هو وياه شحنوا وعمروا له راسه و أعطاه أفكار بأن هذه السيدة مستحيل تحمل منك علش؟ حي تسيد من البداية رمضان كانت يعاني من مشكلة البروستات وقال لي بأنك أنت عندك البروستات رأي مستحيلة السيدة تحمل منك مع أن أختي الحمد لله كانت حاملة شهر قبل في النتائج رأي كانت حاملة قبل قنعه وهنا الواعي سمع الغير الواعي و الغير الواعي قدر أنه يغلب على السيد و دسلي الأفكار و خليه يتحكم فيه و من يرجع للدار كانت تصوير بالتأكسات في كل تطاقة السلبية كفحة على أختي و بدأك يغوط علىها و لح عليها الطبلة و دار مشاكل و غوط ولكن غلط لدارت الأختي ديالي أنا مهزت تليفون و عيطت لي و قالت نرى هاذا ندالي و كم مدالي و كم مدالي بقاتل تلتي هيا عيشة معا في طبيعي تسعي ديال أنوكي يقول لي هدره ماشي و يشوفي راسك منين جايبه درجة أنه أعطاه القرآن و حلفت على القرآن و حلفت ليه وقالت لي هذا سأقسم بالله حتى أولدك ولم نحن نشفيها وقال راح الفتورة لا 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 تحتاجين احنا فهنا ما كنقول لك جاج واحد داس ديك ثلاثة يام ديال التعديب النفسي للأخت ديالي اللي غادي ينتج عليه واحد الانفجار واحد البركان اللي غادي تعايت لك الأخت ديالك وحنا على ما إذا الإفطار كتقول لك يجي وعندي دابة غادي يلوح راسي من الشرجم يعني الأخت ديالي مني كتقول لك أجي وعندي دابة غادي يلوح راسي من الشرجم إذا السيدة تقهرت إذا السيدة وصلت لها الانتحار كتبكر في الموت إذا وقفت إذا هذه السيدة مبقاش عندها حل إذا وقفوا فيها جميع البيبان خصوصا أنه كان منفارد بها ومعاه هذه الشيطانة والأخت دياله والأخ دياله هم ملكينين يعني محامين عليها لا فشها يطلق تلا شوفي غادي دخلي البيت وغادي صديع لك البيت حتى تنجي وكتلا شوفي المساجة بقين دابة كنقول لها راهي لا ما جيتش معي يا أختي أنا أختك ما أنت إختي حيث من اللي قاسك في الشرف ديالك را قاسك في كل شي قلت لي يا أختي أنا غادي نجي معك صافي الأخت ديالي جينا أنا والأم ديالي والأخ ديالي بكل بسرعة أمشينا للمدينة خربقا بين بن سليمان وخربقا ساعتين نحن ندرنا ساعة لما كان وصلنا عند الأخت ديالي مفاطري موال وصلنا بالزربة كان دخلوه كانت تفاجأو هذه الشيطانة كينا اللي اكتشفنا بي أنا ما عرفنا شكل عيط عليها هو بفوم وقل كان ما عيطت عليها والأخت ديالي كل كان ما عيطت عليها يعني هذا الشيطان كانت تفاعل يمكن أن يكون هناك أمور أخرى كيف يجد أن تصدق في هذه اللحظة ما عرفناه وصلنا كي نقول لك وصلت عند أخت ديالي ديريكت الأخت ديالي يبقى تتكلم معك يقول لي لا أنا رمجت لي هاش وصافي راح لفتليه في القرآن وتيقتها بكل برودة راح لفتليه في القرآن ورني تيقتها أنا دخلت عند الأخت ديالي جمعت لاباليزا بيدي أنا دخلت في الدار و لم أجمعت بيدي أنا دخلت لاباليزا وخرجتها وصلنا في حنرب السنيمان وقال ليه إذا أريد أن أأتي لدار أمها أريد أن تتكلم وصلت لدار أمها ونهار تخرج الشياطين من عندك من الدار رغديت بقانتها ومرتك بيخير ما هي الموضة التي تبقى عندكم في الدار لن تعود لقابي؟ ثلث يام و سأأتي العيد الصغير ثلث يام و سأأتي العيد الصغير سأأتي هو والعائلة والأخوات والأبناء و يطلبون سماحها و عارفين بأنها هذه السيدة هي التي تدع المشاكل لأنها أول مرة تدعوا مشاكل وسط العائلة و تدعوا مشاكل لأختها و تدعوا مشاكل لأختها يعني عارفين ما تسوى هنا رجعت مع المنزل ستقول لي ما هي المدة التي تبقى في المنزل لكي تبقى في الواقعة بالنسبة للواقعة هي رجعت على قبل أنهم قنعوها بأنها ستنتقل من ذلك المدينة لا تقعيش عايشة فخري ستبقى في المدينة جديدة سأتفارق مع هذه المشاكل و أن الزوجة لها عنده عملية ستوقف معه وقفت مع رجلها ومشت معه مدة أسبوع أسبوع ستدع عملية ستقولنها نحن الان ستسمع بأن زوجها هذا العملية ستوقف أنه تهزد فهو بسيطة الولد لدينا في الدار فهو بقيت تريد الأب لكي يرى أبه و مشاهدت لدينا لكي ترى زوجة أختي يتعار عمليه بحكم الزيارة و أنا سيد عمليه والصواب والأدب لدينا قاعدة مغاربة مشاهدت لدينا هذه الأساس وصلت لدينا إلى عشية 4 أو 5 ديال العشية وصلت لدينا كيف وصله لم يكن هناك ترحيب من طرفه خصوصا هذا الترحيب كان يعني بأنه في ولده لم يكن هناك ترحيب لدينا مدة شهرين لقد أردت لدينا أمه و أمشيتي و أخليتي لم يكن هناك ترحيب كبير لهذا الأب ولا ضم ولا الحب والذي كان يعطيه الأب عادي جدا بشكاوية لأنه مريض يكونوا قاسين يأكله أو يحبسهم على الماكلة لأنه يقول أختي 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 لأن أختي 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 يأكل منك والذي كان يعطي أختي أختي Exactly و ترحيب أنه يأكل handy كان يرحب أن أختي 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 وقت لم يكن أختي 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 إلى탑 فلاذ يبقيل أن تصل بذلك أختي 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 What's problem فهي لقد تم succeeds وضعنا إلى ماكله ونبي سوف تأتيها نوبة الإعياء و سوف تقلس و سوف يأتي الناس و سوف يعطيها قرعة الماء و سوف تشرب و سوف تعطلوا قليلا بحكم أنستيت كدلها الكورونا لمشيت و سوولتوا الناس للجيرة لأن الناس لا يعرفوا وجهها كيف يدير درجة أن تشربتها في الطنوبيل و سوف تأتي معها في الطنوبيل و سوف تغيرها لها حزب الأخرى سوف تأتي معي في الأم و إنواقع أعتقد أن الأم الأم تُعطلوا و سوف ترغبوا بلد الحويجات لوليد سوف يعطيه جداة و يرجع هذا السيد لا تتقبل فكرة لأنها تعطلت لا تدخل رأسه أن السيدة تعطلت عليه لا تدخل الساعة بقى معطلها خرج يقلب عليها فجأت أختي تتلقى رأسها مع الأم تقول لها خرج يقلب عليك من يدخل هادسي يدخل طائر فين كنتي فين مشيتي أمام الأم كانت حاضرة كانت حاضرة الأم التي تصدمت فيه وقال لي هذه الكلمة أنا وبنتك لا تكون مفاهمين هي تشتطرق وانا تشتطرق ولا تنهرت ثلاثة ونقرر عنه السيدة ونبقى مع بعضياتنا على أساس ثلاثة وأخت تقتلت اثنين قرر قبل الأخت اللي سمعت هذا الكلام دخلت للبيت النعاس وجمعات حويجة كاملين أساسها ترجع مع الأم بعد ذلك الليلة تخرج وانا اشتصلت بي أختي سامية أجي الديني من مدينة خريبقى كان ذلك الساعة الوقت صعيب الحال ثمانية الليل صعيبة فاش أنني ألقى واحد اللي سيديني ونجيبهم خلصا كانت مع الأم والإبن والأخت ديالي صعيب أنني نقدر نجيبهم في ذلك اللحظة قلت لها غي صبري تلغدها في الصباح إن شاء الله وجي مع الأم ديالي ديك ساعة من اللي عرفها صافي غادي تمشي نادكي اعتادر ونادكي طلب السماحة واتصل بالأخت ديالي وعيطت ليها وقالت ليها صافي غير على وجهنا وعلى وجهه معه ثاني سمحت لي على قبل الأخ ديالي طلبها والأم ديالي طلبتها وقالوا لعراقي لغير وحملي دير فيها هكا مع أنهم ساوا أن السيدة ما قال لها؟ لا كان قادية وحم هناك رجر حد السيدة في كرامتها يعني اللي فهمت أنا أنه حل المشكل بشكل مبسط طريقته الخاصة الأم غضرت المكان مشت في حالتها تبقى هووية خلت تنفرد بالأخت ديالي خلت الأمور بحل قلت صالح ديك الوضع ديك الساعة نعصو ديك الليلة معانف ديك الليلة كان تربص من طرف دياله يدرس المخطط أنهم نعصون ومفصلون هو داخل خارج عليهم داخل خارج عليهم داخل خارج عليهم تلشت تقريبا ثلاثة وثلاثة وثلاثة صباح نضرت الأخت الصغيرة التي قلت لي أفلان خلي السيدة نعصى رمسكينا رائيانا عاد مشاديك الساعة ومعاوتش رجعوا ولكن بقاك يدور في الدار يعني هنا الفاعل الشيطاني دياله والنية البيتة كان عنده يخطط كيف سيقضي هو وقي له قال أنه مكتار عليها لا يستطيع أن نشارج الجوية لا يمكن أن نقتل وحده سوف يتمند لي أخرى وهذا درسها ممكن فأخلي الأم يتلغط ليه في الصباح وسوف يذهب في حالها وسوف يفارد بالأخت منها سوف يرتكب العملية الشنعاء أثناء أن الأخت سوف تكون ابن الشجارة لعبة عندها ومشيتها تدق على الشجارة وطلبت من الشجارة سماحها exact واسمحي لي وطلبت من أخت وترتدي لم يترجع على الشجارة لم يترجع على الشجارة فهو يتقع عليها ولكنها قد دخلت لأخت كذلك لم يكن من توقيا ما سمعت تدقية داخل 같اع لم تفهمتها و لم تفهمتها حتى يأتي تقانس في دارها و تحل الباب و تنصادم بجارها و تسلم عليها و تدفع الباب و تدخل عندها و تقول لها دوزيلة واحد من النمرة و تقول لها دوزيلة واحد من النمرة و قال لها دوزيلة النمرة للبوليس دوزيلة النمرة والبوليس أنت إضافة و لكنه لست مواقع لا يمكن أن يهزها نهائياً لا يمكن أن يهزها وأختي التي تهزها و تخويها بحكم أنها زوجها و ليس عيب أي زوجة المحارم تباها و أخوها و زوجها و ولدها تهزهم كانت مشكلة الأختي التي عملت بالتربية و كانت تهزة الرجل لا يمكن أن يهزها بحكم أنه يقول أنه مريض ولكن يمكن أن يخرج الماريو و هز هذه الجوائجة التي لا تعرفينها تقيلة و يمكن أن يضعها على الكتف و يمكن أن يتيري فيها و لا يمكن أن نضح المغاربة كاملين كيف يشهد السيد ضرب أختي من ظهرها غادراً و أعرف أين يضرب لا يضرب في الجانب الأيمن ولا في الفاخد ولا في الكرش ولا في الرقبة أو يمكن أن يضرب لها لها التخصص من الظهر على القلب و أعرف أين يضرب و أعرف أين يضرب و لماذا أنه إنسان متمرس و كان عنده هواية الصيد يعني أعرف أين يضربها و أين يجلبها انظروا الوقاحة أو و أنه أغيب فيها أنه أخش ولكنه ليس أخش أخش ومعني أريد أن أدوزها فلن أدوزها فلن أدوزها كيف أريد أن أدرك على رأسه وكيف أريد أن أزعماره لم أكن أقل قتله هنا لدينا سؤال أخير فأنا أشكرت على صدر والطريقة التي قمت بها لأنه تتطور طريقة الكلمة التي ترى أكثر في الموضوع لأنها لا تأتي من الفراغ أنت لديك إجازة ملمة بالقانون وعملت في القانون شيئاً ما لديك طريقة مرافعة بشكل نياب العامة هذا شيء جميل الله يوفقك لديك سؤال أخير بالنسبة لأنه يقدم نفسه أعترف بالواقعة مشكلة مختصرة تم الاعتراف أعترف وقال أنه لم أكن قتله أنا أريد أن أخلعها ونحن نعرف أنه يريد أن يدرب السماء في الأرض ممكن أن يهزعها وما يخلع عاش بها نهائياً شكراً لك الرأي العام ستوب معك القصة مشاهدين الكرام كما تبعتوا معنا كما قلت في السابق طريقة الحوار دي على المستوى الراقي والتناسق في الكلام ليس بكلام فضفاض إنما هو واقعي ينطرقه من تكوين ديالا مجموعة من معلمات أخرى ما تعرفوا شرائل عام من هذه العائلة ما كبرتش في الداخل كبرت في مدينة الداخرة في الصحراء عائلة محافظة لهم أهداف نبيلة في الحياة وطبيعة الحال وكذلك واخد الأب ديالو من الله يرحموك قدوة في الدين الإسلامي مشاهدين الكرام القصة رواتها لنا الأخت سنرى الشيق القانوني مع الأستاذة تبوما